الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فضل بعض الأيام على بعض بل وبعض الشهور على الشهور وجعل بيته الحرام تحت بيته المعمور وأنعم علينا وجعلنا من خير أمة أخرجت من الظلمات إلى النور وأنعم على هؤلاء بنق آيات القرآن من الصطور إلى الصدور بعفوه ومنه وجوده إنه هو العزيز الغفور إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على محمد وفي يوم الممات ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أعزائي المشاهدين ينفرد برنامج تاج القرآن بأنه البرنامج الفعلي أو التفاعلي مع طلاب القرآن الكريم على الهواء مباشرة بالوطن العربي بأجمعه ينفرد هذا البرنامج بأن يعرض مواهب وموهوبات حفظة القرآن الكريم المتميزين في شتى بقاع الدنيا كلها لا بالمنطفية فحسب ولكن هذا البرنامج على الهواء مباشرة لا غير مسجل فهذا انفرد لقناة الصحة والجمال اتشي بي سي غير اي قناة اخرى اسبوع الماضي قد وقفنا عند حرف التاء النهاردة الأستاذنا المخرج هينزلنا ان شاء الله بالصور معنا النهاردة قصة حرف الثاء قصة حرف الثاء الثاء مخرجه هم ثلاث حروف ولقبهم الامام السمنودي في متنه باللثوية الثاء والضاء والذال مخرج النهاردة الثاء حرف سهل اضعف حرفه في حروف اللغة العربية مع حرف الهاء يعني بتجتمع مع نفس صفاته صفات حرف الهاء الثاء حرف اول صفة له مهموس طب مخرجه الاول طرف اللثان مع ما يحاذيه من الثانية العليا طرف اللثاء اللسان مع ما يحاذيه من الثانية العليا يعني اللسان ما يخرجش بره الثانية العليا يركن عليها بالزبط يحاذيه اي يساويه لا يخرج ولا يدخل طيب خد اخذنا المخرج طب عايزين الصفة ناخذ المخرج بدليله من متن الجزرية يقول رحمه الله تعالى وذا وثا وثا مثوية ده في متن الآلئ البيان أما في متن الجزرية يقول والذال وثا من هو من أهو الله يبرك لك الأستاذ محمد سمير الله يذكره وبرك لك أهو مخرج صوت الثا طرف اللسان بسوي ركز القطع المظللة في مقدمة اللسان ما خرجتش بره السنان العليا السنان العليا هي طلعت سنة السنان طلع معها اللسان أما اللسان ما ينفحش يطلع بره عن كده وده خطأ شاسع خطأ شائع ما بينه أنه طلع لسانك لأ لسانك بيبكن على السنان العليا بالظبط لا يطلع ولا يدخل مخرجه موجود معنا ده الصورة طيب هنشوف الصورة التانية معنا أستاذ محمد الصفات بتاعتها الصورة الثانية أهو الصفات كده احنا خلال مخرجها خخها دناء أول صفة فيه الهمس جريان جريان نفس يبقى الهمس جريان نفس عند نطقه بالعرف وده صفة ضعف رخاوة جريان صوت صوت عكس الشدة عدم الشدة انحباس الصوت أما الرخاوة هنا جريان صوت يبقى عندي نفس خارج وصوت كمان وعندي حرف منفتح مش مستعلي حرف منفتح يعني بانفتاح اللحنك الأعلى عن اللسان هذه الصفة الثانية الثالثة الصفة الثالثة معك إيه الإصمات ودي صفة أقوى صفة في الثاء كل حروف الثاء صفات ضعف معدأ الإصمات دي الصفة يعني أقوى صفة فيهم أما عندي الانفتاح وعندي الرخاوة وعندي الهمس وعندي الإصمات كل دي صفات ضعف في حرف الثاء طيب تعال بقى ونشوف الأخطاء الشيعة فيها عشان نرجع لموهبنا الجميلة اللي يمتعونا النهاردة بتلاوات إن شاء الله تكاد أن تكون متميزة الثاء إن أعطي أنا أقول الخطأ الأول أنت بيطروح لطبيب بيقولك الدكتور بيقولك كلمتين بيقولك أنت ممنوع تاكل كذا وكذا بيقولك الموانع الأول بعد كده يقولك تاكل إيه أقول الخطأ الشائع بعد كان مصحة إن أعطيناك إن أعطيناك الكوسر الكوسر ما فيش حال في الدنيا اسمها الكوسر يبا عمدت حولت الثاء لصات أما الصحيح إنا أعطيناك الكوسر ثر مش كوسر صر لا وأحيط بثمره خليت هسين من الثمر والمسامرة أما هي الحقيقة وأحيط بثمره أي له ثمار خرجت داء الثمر بالثاء طيب إذ كنتم قليلا فكسركم والعياذ بالله يا ربنا بيكسرش حد كسركم دي من الكثرية أما اللي يكسر دي مش فعمل شغلتنا فكسركم والخطأ الشائع ولك فكسركم فكسركم طيب لما يجي ثالث ثلاثة ثالث ثلاثة الصوت اللي هو رخاوة اللي هزمن عكس أك عكس أب أب في أخطأ الشائعة أثناء الحلقة هنعود ليه ولكن في فواصل ما بين تلوات إن شاء الله هنبدأ بإذن الله تفضل حازم عرف نفسك وتفضل الكرام حازم محمد فتح غزال حازم محمد فتح غزال من سنصفت ولا ثانو ثلاثة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخر عند الله خالصة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صادق الله العظيم طب ما ندمتش إن أنت محفزتش وإنت صغير معي كان فيه ضغط من الوالد الدكتور محمد وهذا ما كان حوارا من بيني وبينه بالأمس كان فيه ضغط كان بيضغط عليك عشان تقتنص هذه الفرصة لإني الحفظ في الصغر فعلا لا مفيش كلام فيه طبعا أنا كنت بروح كتاب وأنا صغير بس ما كملتش بس بلأت أنتظم من الشهر والظفط تمام طب على كل حالة حازم أتكون بداية خير إن شاء الله وأسأل الله العظيم رب العاشر العظيم أن يفتح قلبك لكتابه سبحانه وتعالى إن شاء الله بس لك ألخرا كسان تفضلي عرفينا كده يا دكتور انظري هنا شافة الكاميرا دي بتاحتك تفضلي يا ست اسمك إيه؟ سامة أحمد مصطفى أنت أخبارك عاملة إيه؟ سنة تانية أنت بتفكري كمان مش هارف سنة كام ولا خايف طب يا الله سمعينا كده بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها قال لهم قزانة قال ولا وقال وقال لهم قزانتها سلام عليكم طبتم فاتقولوا يا خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورسنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء حيث نشاء فنيم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرض سبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم طبعا هي فيها عندنا حافينة مادة لازم كلمة مثقل ولكن هي مش هستطيع ديب ستة حركات هنظر للسين يعني ولكن تعقيل بعد حافينة مادة لازم ستة حلتفضلي مادة لازم كلمة تفضلي حلت اسمك ايه؟ إيمان عبد السلام فاتح انت عامل ايه إيمان؟ الحمد لله بلادكو ايه؟ قرربي المايك ابو سنة الباجور انتم الباجور؟ انتم بتقول كده؟ طب سمعينك كده تفضلي يا وسي زيمان يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آزوا موسى فبرقه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم زنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما سدك الله العزيزي لا بص باقي غجلي غفورا رحيما غفورا رحيما لا مش إظهار غفورا رحيما غفورا رحيما برضو تعمم لا تعادل تدريب اللي بعدنا إن شاء الله تفضل أحبب تفضلي اسمك بسي الكاميرا واتكلم من نحمد صبحة بشوش بسينا كام خمس طب هتسمعين أين نهاردة تفضلي كرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واك للكافرين ليس لو بافع من الله زي المعارف تعرج الملائكة والرو تعرج اين الملائكة الملائكة ولا الملائكة الملائكة والروح فيها إليه والروح إيه والروح أوليه في يوم كان مقداره خمسين ألف تعرج الملائكة والروح أوليه في يوم كان مقدارا خمسين ألف سنة فاظبر صبرا جميلا إنهم يرانها بعيدا يرونها بعيدا ويرانا قريبا ونراه قريبا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا فضلي بعيدا رماس عماد محمد التمالي عامل ايه رماس كويس طب نزولي هنا كده يالله قراء يا لنا أعوذ بالله من الشيط الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقع ليس لواقع تها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رج وبست الجبال بس فكانت هبا من بس بكنتم أزواج سلاسة أزواجا أزواجا سلاسة وأصحاب الميمنة وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة أصحابه أصحابه أصحاب المشأمة أصحاب المشأمة شكرا جزيلا شكرا جزيلا ان شاء الله اسمك يا نغم نغم محمد احمد ابعا انت ما غيرتش اسمك يا نغم طبعا اقرب الميت وانظري لتلك الكاميرا كواس انت فهمتنا ازاي تفضل اقرأ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحزبان والنجم والشجر يسجدان والشجر والشجر يسجدان والسماء 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 رفعها ووضع الميزان اللي تضغوا في الميزان الله عليك بسم الله ما صلى الله واقيم الوزن بالقسط والتخسر الميزان ولا تخسروا جزاكم الله خيرا جزيلا الأستاذ الشاهد النهاردة وص تصوير مع الأستاذ ياسمين ربنا يبارك فيهم والله يا أخواننا حينما بدأنا هذا البرنامج حتى ما نقعد مع الأخوة بالرب فيه حب والله لكتاب الله ولخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى ما فيش حد والله من أول المخرج معنا الأستاذ محمد سيمير الله يرضى عليه معنا كلهم فعلا الناس محتاجين عايزين كل يعني يقولك لا ما فيش تشجيع للقرآن لا والله فيه من أول ما طالعنا من الطريق رجال يعني في حتى في الكرتاب ما عالموا أننا للكرآن الكريم إلا وبترحاب وإرفاءات والله ما يعني هذا ما يعني يقولك لا ولا هنقف هنا شوي يقولك والله البلد أو الناس عايزين أو التجاهة دولة عايزين الانحلال والرقص والغناء وغيره لا والله أبدا والله أبدا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والله أبدا والله ما إحنا نكمع عربيات إحنا ندخل البوابات تسهيلات شبه ممتازة أنه عمل معاملة النجوم والله العظيم في بدينة الانتاج الإعلام وهذا شكر لمن لمن أعينوه بذلك كل من أعانان على ذلك أوفقه الله أما كنت أتحدث مع أخ لي فبيتكلم البرنامج جاء هيستمر وقلتو والله نحن نبحث عن الرعاة قال لي هل أتاك الخبر وقلتو وما الخبر قال الرعاة يرعون مسلسلات مطشات وهذا شأنهم أما القرآن الكريم لا رأي له إلا الله فقلتو والله كل يعمله على الشكلة كل عادي يعمل له وعايزه أما برنامج راعي مقابل إعلان له مقابل تشجيع لهؤلاء الأولاد نحن نحن لا نتساهم أحد ولكن هو راعي إعلان وبل تقليفها وبل تشجيع مواهب ما علمنا أن هؤلاء كانوا يخرجون على فهنا لدى البرنامج الفضائي المباشر لعرض مواهب الأطفال على الإطلاق في الوطن العربي كامل وراجع كل القنوات حتى التلوات اللي يكونوا على قنوات قرآنية تكون مسجلة أما بل هذا الكم وهذا الكيف وتلوات ونس محترمين لا ونش هنبحث الرعي إن شاء الله ربنا يسيخوه إلينا إن شاء الله ويرعى هؤلاء كنا نتمنى إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نلمس الخير الخير في محب القرآن الكريم اللي بحب القرآن الكريم موجود والتواصل معهم مع القنوات هنا معنا وربنا يجزون خير وبشكر المرة الأخيرة والله الفريق معنا هنا قادة الأستاذ محمد سمير والأستاذ جمال عبد العظيم والأستاذ ياسمين الله يرضى عنه والأستاذ الشاهد الله يباريك له رايل ما بيصورش قال والله ما لا داخل ما صور معكم النهاردة كمان ربنا يجزي غير ويعالهزة في ميزان حسنات شماش هاتي للا ما كانت تفضلي عبد الرحمن عرفنا تسمك كده وقرأ جلسين عبد الرحمن ننظر ون عبد الرحمن صبر شماش يا عبد الرحمن تفضلي بسنك يا عبد الرحمن روح تفضلي كده أسفل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعزبنه عذابا شديدا أو لأزبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكس غير بعيد فقال أحط بما نمطح به وجئتك من سبع بنبأ يقين إني وجدت مرأة تملكهم تمليكهم تمليكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش ناظر يزاكم الله خيرا ورحمة يزاكم الله خيرا كسيرا تفضلي شيخ يوسف عامل ايه يفع الميت كده ويقرأ يلا اسمك ايه الاول اسم محمد سبحان السلام انت عامل ايه كواي تفضلي كرا خايف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذوا فاقلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلة ذروا حسبون دراعا فاسلكوا إنه كان لا يأمن بالله العظيم ولا يحد على تعامل مسكي فليس له اليوم هنا حمي ولا تعامل إلا من غسل لا يأكله إلا الخاطئ فلا أكسب بما تبصره وما لا تبصره شكرا دي زيراني وصف ماشي خضر حجي عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك الكدوس 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 العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يطلو عليهم آياته ويزقينوا ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي دلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم وحرمنا عليه المرادع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيته يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تكر عينها ولا تحدنا ولتعلما وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ شده واستواتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين يزاكم الله خيرا كثيرا حبيب ناشا يا شكرا تفضلي حبيب اسمي اسراء محمد مصطفى مرو يا اسراء نزول الكاميرا وقرأي تفضلي أنا في الصف السلسل عدد تمام الحوزة كم جزء خاتم القرآن بجالك أدي حوزة القرآن دي السنة الرابعة خاتم القرآن بليك أرباح سنوات يعني أحاوليه في سنة ستة أو أقل في سنة ستة تمام تفضلي قرأي ستة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أنباء ما كانوا به يستهزئون أنت بات معنا في الكتاب وانت في حضانة نعم؟ طيب ربهم يكون كلمين طيب وإذ قال موسى لقومة جات كم مرة في القرآن وإذ قال موسى لقومة جات في وإذ قال موسى بس في وإذ قال موسى لفتايلة أبرى حتى يبلغوا مجمع بحلان وإذ قال موسى بصفة عم جات كم مرة؟ وإذ قال موسى لقومية قوم جات مرتين في البقرة تمام ومرة في المائدة وإذ قال موسى مغلق وإذ قال موسى جات في القرآن ستة مرات تمام؟ اه اتنين في البقرة اتنين في البقرة وواحدة في المائدة فلا بيئسة مسوعة جات مرة واحدة بس في القرآن في سورة النحلة آية 29 تمام كثيرا شكرا جزيلا اتفضلها سيدة مي نبدأ بقى ايه النجمة معانا النهاردة مي بإذن الله تفضل مي مختار عبدالعليم شعبية مي لها قصة معايا لازم احكيها قبل ما تقرأ اه دخل كتاب فانا بقول لها العبادي مش قصيرة شوية والله هذا ما حدث فقيتلي اه لا ده هي فاة تانية انا عاملها ايه كالطويلة وانا تانية فهو بتعطي خلاص فالضلي قبل ما تسمع الود عيدها باسنانها خكت التانية عشان تنزل العبايا بالطول بتاح فكرتني اه بالسيدة اسماء اه لما اه اسماء بنت عيبك عشان كاسم وزادت للنطاقين ليه فكرتني بيها طبعا ان شاء الله كلهن مثلهن بإذن الله رب فقلت لازم على الهوى ان شاء الله اقص القصة دي لمين دي من يهمه الامر انا عمري اه من سياستي انه ما تدخلش في لبس اللي بي بيحفظ قرآن ليه اه خلاص الموضوع منهي اه حتى اللي يقول اللي اولاد يا بنتي وانت بتقرغ القرآن وبتسمعي يلبس التحجير براحتك عالت تلعب الرب بالعيه بالنموى بالقرآن ليه اه ادبه هتحفظ زي الصلاة بالزبط اجدتك انت احفظ القرآن ليه انا مش عايزين نكون ايه منغلقين اه لا اقولك لا انت بتدعو للصفور والله ابدا اللي دعو للصفور راحوا مع السلام الحمد لله في الصفور والحاب اذن الله اتفضل يا مية ومتعينا ومتعي جمهور الوطن عرب الكامل ان شاء الله جعلك الله في ميزان حسناتي والديك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار واذ قال ابراهيم رب جعل هذا البلد آمنا امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب انهن اضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ربنا اني اسكنت من زريتي بواد بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل افيدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر الحمد لله الذي وهب لي على الكبر واري اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء صلوا 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 صلاتين على الهادي نور العين ابي فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين صلوا صلوا صلاتين على الهادي نور العين ابي فاطمة الزهراء ابي فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين علمنا تقوى الخلاق الحق حسن الأخلاق وبالي اراه مشتاق وكحل تلك العينين صلوا 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 صلاتين على الهادي نور العين صلوا الله عليه وسلم ابي فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين وعليه صلاة وسلام من مولانا ذي الإكرام ما دارت فينا الأيام تتوالى بين البدرين صلوا صلوا صلاتين على الهادي نور العين ابي فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين حسين كنا نتحدث عن حرف الثاء قال الإمام الجزائي رحمه الله تعالى في مقدمته والضاء والذال وثاء من طرفيهما أي من طرف اللسان مع أطراف الثانية العليا والذال والضاء وثاء للعليا من طرفيهما أي من طرف اللسان مع أطراف الثانية العليا طيب حرف الثاء في جريان صوت رخو مع جريان نفس فمعانا ما يبتقرأ الثمرات الثمرات جريان صوت الله يبارك لك يا سيد محمد أدي الثاء مخرج الصوت يكون اللسان فين بالضبط أطراف الثانية العليا ما يطلعش بره طبعا معلومة خطيئة كان أجمع العلماء أن اللسان ما يطلعش بره خالص من اللسان هو ما يحاذيه من الثانية العليا ما يخرجش بره لو خرج يعني ممكن يخلي الحق الحرف يصل لحرف الفاء يبقى أقرب للفاء من الثاء كده أنا على الثانية العليا اداني لسان اداني صوت والداني كمان همس يبقى صوت ونفس وبرضو الأخطاء الشائعة في حرف الثاء زي بسم الله الرحمن الرحيم منبثة فكانت هباء منبثة الصح الخطأ منبثة بالسين عكس تاني بسم الله الرحمن الرحيم اذ كنتم قليلا فكثركم فكثركم هذه المخرج معنا اهو انفتاح رخو همس إصمات استفال خمس صفات كله مفهومش كلك صفات ضعف معدة الإصمات صفات قوة عندي اول حاجة الانفتاح انفراج اللسان اللسان ما يكونش منطبق يبعاكسه الاطباق الرخو جيد ضده الشدة الجريان صوت الهمس جريان نفس الهمس هو جريان نفس عنده نقب الحرف لضعف الاعتماد على مقراجي عندي الإصمات حرف مش مما حرف صفة بيديه قوة صوت صوت للقوة تماما ومعايا تاني استفال دي صوبة ضعف نرجع تاني للأخوانات فضالة أستاذة شاهد عرفينا وفضالك شاهد أحمد محمد شهيد فضالة أحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم ماذا يقول له خيارا كثيرا شاهد وأنت كنت تعبتي في طريق وضغته تاني طيب تقول لي إيه اللي بحفظه القرآن ويقول لك لازم أن نحفظ القرآن لأن القرآن هو يعني هو اللي حيوصلنا للحاجة اللي إحنا عايزينها هو اللي حيوصلنا للهدف اللي إحنا عايزينه رسالة لأبوك وأمك شكرا اللي هما يعلمون الكرآن وسعر اللي هما يعلمون الكرآن ربنا يا زفيوم ولي تحييي من الحد الصبحي الفقيومي ولي بحشوه النزر محمد جين الزمن الخرنك سينا متفضلي يا أستاذها نور أخبارك نور الحمد لله خيفة ولا خيفة لا مش خيفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللكوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ما شاء الله عليك كمان وابتغ فيما آتك الله الدار الآخرة أحسن كمان ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ما شاء الله عليك جزاك ومخيراً وبرك الله في جدك ووالدك الزكاة والستاذة هاجر عملا إيه يا رب الميتة هاجر الحمد لله أنت هتقري ولا جاعدة شوي هتقرأي ولا شوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنت خايفة؟ قولي لا لا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكاراً يا أيها الذين آمنوكم وأنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والناس والحجارة عليها ملائكة غلاز شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويفعلون إيه؟ ويفعلون ما يؤمرون الله يفتع عليك يا أيها الذين كفروا لا تعتزروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون الله يفتع عليك جزاك ومخيراً أخبارك محمد الله محمد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون كل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم حسنت ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إننا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين صدق الله العظيم جزاك من أخرى كسير حفزك مجوز إيه مني أنت بصورة إيه؟ سعره هول حفزة بيوز تمام؟ صدالي يا أستاذة فاتن عاملة إيه؟ كويسة لا مش كوي الحمد لله الحمد لله قولها كويسة الحمد لله طيب يا الله تفضلك بقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون على النبأ العظيم الذي هم في مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم يجعل ألم إيه؟ ألم إيه؟ ألم إيه؟ ألم إيه؟ ألم نجعل الأرض ماتة والجبال أوتاتة وقلق أوتاتة أوتاتة وقلق لكم أزواج يا فاتن فاتن قولي عما يتساءلون كده عما يتساءلون الله يفتعلك لزاكم الله خيرا كسيرا أخبار كده في سنة كيان قول قول ولا 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 خلتش لسة قول قول ولا ولا خمسة لا قول متأكدة؟ الجابة صحيح شكرا لذا الدين المايكة يعديزنا كوس هذا دين المايكة تساعدن تانا آآ آآ حسنا طيب رسالة توجيها للأباء والأمهات اللي بيعاونوا ولادهم لحفظ القرآن الكريم طبعا نشكر كل أب و أم أنه هم بفكر أنه هم يعلموا أولادهم ويدخلوهم القرآن دخلوهم الكتاب وحفظوهم القرآن لأن القرآن ده خير يعني خير كلام وما اللي في ثلث عداده وبيخرجوا من الكتاب وقاعدين في البيوت قدام التلفزيون تقولهم إيه؟ لا أنا بذاكرة سنة ثلث عداد عزة سنوات تقولهم إيه؟ القرآن هو اللي هيوصلك الأول المركز الأول القرآن هو يعني لو حفظ أمرك مع ربنا حيبارك لك في المنزاكرة أم أنت بتذاكره؟ طب مية عندها كلام شافي عنها كلام تقول إيه؟ تقول إيه مية أنا بقول لأي أب وأي أم يعني عائلهم صغيرين يعفظوهم يعني التعليم في الصغر كان نكشع الحجر يعني أنت أي عائل صغيرة ما يحفظ دلوقتي القرآن بيثبت في دماغه وبعدين القرآن يعني يقل له صعب القرآن أقرأ وارتقك لما كنت تقرأ في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها يعني القرآن دي يعني كفاية بس أن أنت حامل كتاب الله دي كفاية دي كفاية لوحدها شكرا جزير أنا ما يجزيكم بخيرا كثيرا آآ تفضر يا سديد نتعني معاك دا لحد آخر الحلقة آآ أنا أتقدم بالسكر اللي من عامنا في هذه الحلقة والسكر الموصول لحد يصبح فيه ما الله يرضى عليه وكلما نعونا بكلمة أختم معكم ما يعني طيب أختم من سؤال الله كما تعودنا بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قول ما لي أدعوكم إلى النجاح وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفاو لا جرم لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم خد الإيمان والإسلام تلكم البرامج تلكم البرامج تابعوها وعلموا أولادكم كتاب ربكم وعلموا أولادكم سنة نبيكم وعلموا أولادكم كيف يخلصون وإن حاجك أحد فالقرآن الكريم إن شاء الله شفيعك يوم القيامة إذا أردت أن تترك في الناس علامة فعلى وجهك ألا تفرقوا الأبتسامة دمتم في معاية الله وأمنه سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته أشكت عيني حروف المصحفي وفؤاء أشكت عيني اشتركوا في القناة